موسيقى الرئيس السيسي يتبع مشروعات تنمية أريف المصرية لاستصلاح الأراضي ويوجهه بدراسة أي تحديات راهنة استجدت وتوجه المشروع وزير الدفاع والإنتاج الحربية توجه على رأس وفد رفيع المستوى إلى الكونغو الديمقراطية في زيارة رسمية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل شهرها الرابع وكييف تقول إن معركة دونباس هي الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية السلسة في القهرة الوحدة بتوقيت جريناتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم واجه الرئيس عبدالفتح السيسي بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المداققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتوجه مشروعات شركة تنمية الريف المصرية الخاصة باستصلاح الأراضي لا سيما ما يتعلق بإمدادات ميه الرأي وجودتها ومكونات البنية التحتية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الرأي والزراعة وعدد من المسؤولين وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي وتم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة مليون ونصف المليون فدان أعلى مستوى الجمهورية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب عمر عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي وقد تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة مليون ونصف المليون فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة تنمية الريف المصري بما في ذلك مكونة البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات ومقاننات مياه الري وذلك بالمواقع الجغرافية المختلفة للمشروع على مستوى الجمهورية خاصة مناطق المينيا ومنفلوت وتوشكا والمغرة وسيوى والفرفرة والطور كما تم عرض الجهود المبذولة على مدار الفترة السابقة لتطوير شركة تنمية الريف المصري وتعظيم الاستفادة منها خاصة تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمتابعة ورصد موقف الأراضي ووضع نظام أساسي لتكويد الأراضي التابعة للشركة وكذا إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة وقد وجه السيد الرئيس بقيام جميع جهة الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه المشروع خاصة ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها ومكونات البنية التحتية لا سيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار فضلا عن النظر في توطين بعض الأنشطة الأخرى الإضافية بالأراضي التابعة للشركة وذلك بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع القيادة تعبوي خالد عشرين والذي تجريه المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي خالد عشرين والذي تجريه المنطقة الجنوبية العسكرية ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أكد فيها على استعداد مقاتل المنطقة الجنوبية العسكرية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم وبدل كل الغالي والنفيس للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه مقدما الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الجنوبية العسكرية بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إثقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة كما التقى القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الجنوبية العسكرية ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية للقضاء على عمليات التهريب والتسلل والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أي عدائيات مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة للمشروع بما ينم عن استعداد قتالي عال وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المشروع كما طالب مقاتل المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار وكان الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شاهد إحدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكل الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرد عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة غادر القاهرة اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متوجها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الإفريقية الشقيقة ومن المقرر أن تشهد الزيارة مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون العسكري بين الجانبين تأتي الزيارة في إطار روابط الوطيدة التي تربط بين مصر والكونغو الديمقراطية واستمرارا لعلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والكونغولية توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 427 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 386 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلعي الاستراتيجية والاستلائي على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 333 طن كما تم ضبط ما يقرب من 39 طن في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية بالإضافة إلى ضبط 617 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 201 قضية خبز ناقص الوزن و122 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت ما يقرب من 76 طن أقماح محلية وفي مجالي الحجب والبيع بأزياد لمواد البناء تم ضبط أكثر من 13 طن أسمنت التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المقتربين الأردني أيمن الصفدي وذلك على هامش اجتماعات منتدى دافوس وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أعرب عن اعتزازهما بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي فضلا عن التطرق لسبل تعزيز تلك العلاقات سواء في سياقاتها الثنائية المتعددة أو الثلاثية مع العراق الشقيق في إطار آلية التعاون الثلاثي وتطرق اللقاء لبحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية لسيما القضية الفلسطينية والتطورات الجارية فيها والأوضاع في المنطقة العربية حيث شهد اللقاء توافقا في الرؤاحية لضرورة الدفع قدما بتغليب الحلول السياسية لقضايا المنطقة على نحو يدفع بتثبيت السلم والاستقرار ويلبي تطلعات الشعوب العربية نحو الازدهار والرخاء في إطار فعاليات مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوز عقدت وزيرة التعاون الدولي راني المشاط لقاءة ثنائية مكسفة مع ممسر عدد من الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص وذلك في ضوء العمل على توطيد العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الإقليمية والدولية حيث التقت كل من المستشار الفيدرالي السويسري لشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث ووزير التعاون الدولي بجمهورية القنغو الديونقراطية والوزير الأول بسنغافورة ووزير السياسات الاجتماعية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ورئيس شركة مايكروسوفت العالمية والمدير التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة والاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغلتس أحد أبرز الاقتصاديين على مستوى العالم ورئيس الأسبق للبنك الدولي أعقد وزير البترول طارق الملة في دافوس سلسلة من اللقاءات المشتركة مع قيادات منظمات الطاقة الدولية والمؤسسات الاقتصادية والمالية وشركات البترول العالمية وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا وأضح الملة أن اللقاءات التي أعقدت في دافوس تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين مصر وكبرى المؤسسات والمنظمة الدولية بشأن تحضير للقمة العالمية المقبلة للمناخ كوب 27 خلال العام الحالي ومن أجل الوصول لمخرجات ناجحة من القمة التي ترأسها وتستضيفها مصر كذلك بحث سبل التعاون في مجالات التحول لاستخدام الطاقة ومواجهة التحديات الرهنة التي يشهدها الاقتصاد وأسواق الطاقة العالمية تصدرت التهديدات المتعددة للاقتصاد العالمي مخاوف كبر الرجال الأعمال والساس المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس حيث أشار البعض إلى خطر ركود عالمية ويجتمع قادة سياسيون ورجال أعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي على خلفية بلغة ضخم أعلى مستوى له في عقود في الاقتصادات الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا تضخم مرتفع أزمة طاقة أزمة مناخ وفقر غذائي أزمات متعددة دفعت العالم إلى النظر بجدية لحلول تكون قادرة على مواجهة تلك الضغوطات هنا في دافوس تصدرت التهديدات المتعددة للاقتصاد مخاوف كبر رجال الأعمال والساسة المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوية الاقتصاديون والساسة حول العالم يلتقون هنا في دافوس في ظل المخاوف المتزايدة لبلوغ التضخم أعلى مستوى له في عقود في الاقتصادات الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا الزيادات في الأسعار تسببت في تقويض ثقة المستهلكين واضطراب الأسواق المالية العالمية مما دفع البنوك المركزية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة التداعيات على أسواق النفط والغذاء بسبب الأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى عمليات إغلاق لمكافحة كورونا في الصين أدى كل ذلك إلى تفاقم تشاؤم حيال الاقتصاد العالمي وخلال مشاركتها بالمنتدى العالمي قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الصراع والظروف المالية الأكثر الشدة وصدمات الأسعار في الأغذية على وجه الخصوص أدت بوضوح إلى تعتيم التوقعات على أساس شهري منذ ذلك الحين رغم أنها لم تتوقع ركودا بعد تصريح يأتي بعد أن خفض صندوق النقد الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي للمرة الثانية هذا العام ووصف الأزمة الأوكرانية والتضخم بأنهما خطر واضح وقائم للعديد من البلدان وفي حين أن العبء الاقتصادي الناجم عن الأزمة الأوكرانية يتردد صداه بشدة في أوروبا فإن الاقتصاد الأمريكي هو الذي يعاني من أكبر ضغوط فيما يتعلق بزيادة الأسعار تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهرها الرابع وتشهد المناطق الشرقية لأوكرانيا معارك ضارية بين الجانبين تمكنت خلالها روسيا من السيطرة على عدة مناطق وبالتزامن مع ذلك تسعى العديد من دول العالم للعب دور الوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء الأزمة والحد من أثارها السلبية على الاقتصاد العالمي مع دخول العمليات العسكرية في أوكرانيا شهرها الرابع ما زال القتال مستمرا دون أن تلوح في الأفق بوادر لحل الأزمة وسط تعثر مساعي المجتمع الدولي والمنظمات العالمية لوقف القتال واستعادة الاقتصاد العالمي استقراره مرة أخرى منذ اللحظة الأولى لانطلاق العملية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير تشهد المناطق الشرقية لأوكرانيا معارك ضارية بين الجانبين تمكنت خلالها روسيا من السيطرة على عدة مناطق إلا أن محاولات للسيطرة على العاصمة كييف باءت بالفشل بعد أن دمرت البنية التحتية للمدينة ومع استمرار العمليات العسكرية جهة الشرق كثفت القوات الروسية عملياتها العسكرية في إقليم دونباس حيث تسعى لتطويق ثلاث مناطق في الإقليم الذي يشهد تقدما روسيا واسعا وتحشد ذلك الوحدات التي انسحبت من منطقة خاركيف والقوات التي كانت تحاصر ماريوبول الساحلية التي باتت تخضع للسيطرة الروسية بعد أسابيع من القتال والحصار للقوات الأوكرانية داخل مجمع أزوفستال للصلب وخلال الأشهر الماضية أسفر القتال بين روسيا وأوكرانيا عن سقوط الألاف من القتلى والجرح والأسرى أيضا في صفوف الطرفين كما تسببت العملية العسكرية في نزوح أكثر من 6 ملايين حتى الآن نحو دول الجوار ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وفي أوكرانيا نفسها يقدر عدد النازحين داخليا بنحو 8 ملايين شخص محاولات عدة سعى إليها الغرب بالتعاون مع الولايات المتحدة لصد روسيا عن استكمال عملياتها العسكرية في أوكرانيا منها اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية لإضعاف موسكو اقتصاديا لسيما المفروض على تدفق الغاز الروسي لأوروبا وخروج البنك المركزي الروسي من النظام المالي العالمي سوافت بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على المسؤولين الروس وأيضا الرئيس فلاديمير بوتين الدعم الغربي لأوكرانيا لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل إلى مرحلة الدعم العسكري وشامل معدات ثقيلة وأنظمة دفاعات جوية متطورة وصواريخ وأسلحة مضادة للدروع بالإضافة إلى مئات من الطائرات المسيرة لمواجهة التقدم الروسي الواسع في شرق البلاد وبعيدا عن أرض المعركة وجهت العملية العسكرية في أوكرانيا ضربة جديدة للاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد من الآثار السلبية لجائحة كورونا وتداعيتها على المؤشرات الاقتصادية من تراجع لنمو وارتفاع في الأسعار ووصل مستوى التضخم عالميا إلى مستويات قياسية قال وزير الدفاع الروسي سيرجيش ويجو إن موسكو تعمدت إبطاء عملياتها العسكرية في أوكرانيا من أجل السماح بإجلاء المدنيين وأكد وزير الدفاع الروسي أن الإعلان عن وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية يهدف لإخراج المدنيين من المناطق المحاصرة مشيرا إلى بطء وزيرة العمليات العسكرية في الشرق لتجنب وقع إصابات بين سكان المدنيين أعلنت وزيرة الدفاع الروسية تدمير مستوضع يحوي كمية كبيرة من الدخيرة الأمريكية التي وصلت أوكرانيا في منطقة دانياسك وذكر المتحدث باسم وزيرة الدفاع إيغور كوناشينكوف أنه تم استهداف ثلاثة مواقع قيادة وستن وثلاثين منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية وأضاف كوناشينكوف أن الطيران الروسي ضرب ثلاثة مستودعات للزخيرة كما تمكنت المقاتلات الروسية من إسقاط طائرة أوكرانية من تراز ميك 29 بالقرب من مدينة بدونسك فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خمس طائرات مصيرة أوكرانية قالت هيئة الأركان الأوكرانية أن روسيا تنشر صواريخ إسكندر الفالسطية في بلاروسيا على بعد نحو خمسين كيلو متر من الحدود وكانت هيئة الأركان الأوكرانية قد أشارت في الرابع والعشرين من إبريل الماضي إلى أن روسيا نشرت قاذفات صواريخ إسكندر المتنقلة على بعد ستين كيلو مترا من الحدود الأوكرانية أكد وزير الخارجي الأوكراني ديمترو كوليبا أكد أن العملية العسكرية الروسية في أقليم دونباس هي الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وأضاف كوليبا في تغريدة له عبر صفحتي الرسمية على تويتر أنه من السابق لأوانيه استنتاج أن أوكرانيا لديها بالفعل كل الأسلحة التي تحتاجها لوقف التقدم الروسي في دونباس مطالبا الشركاء الغربيين بتسريع تسليم الأسلحة والذخيرة وخاصة المدفعية بعيدة المدى وناقلات الجنود المدرعة لمواجهة روسيا شدد الرئيس الروسي فلادامير بوتين على أن الاقتصاد الروسي في ظل الظروف الجديدة سيكون منفتحا وقال بوتين خلال اجتماع الحكومي حول تطوير قطاع النقل قال إن روسيا ستوسع التعاون مع الدول المهتمة بالتعاون متبادل المنفعة ووجه رئيس الروسي الحكومة الروسية لتسريع تطوير البنية التحتية في البلاد في السنوات المقبلة أعلنت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسالة باندرلاين أن هناك 20 مليون طن من الحبوب محتجزة في موانئ أوكرانيا وذكرت رئيسة المفاوضية الأوروبية أن أوروبا تحاول التفاوض مع روسيا لإخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية مؤكدة أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل أيضا على إيجاد طرق بديلة لتصدير تلك الحبوب مشيرة إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا شملت استخدام الطاقة كسلاح ضد أوروبا عقوباتنا والشركات التي فرضت عقوبات بنفسها بدأت تستنزف اقتصاد روسيا وبالتالي تستنزف آلة حرب الكراملين الدول الأعضاء تعتني بستة ملايين لاجئة أوكراني وفي الحقيقة هناك ثمانية ملايين نازحة داخل أوكرانيا نفسها وبالتوازي أوكرانيا بحاجة إلى دعم فوري لموازنتها المحافظة على اقتصادها فيما خصف التقاعدات والمرتبات والخدمات الأساسية التي يجب أن توفرها قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي نيتو ينس ستورتنبرغ أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حطمت السلام في أوروبا وأكد ستورتنبرغ في كلمة له أمام منتدى دافوز أن نيتو وحلفائه عملوا خلال سنوات عديدة على دعم أوكرانيا مشيرا إلى أنه منذ بدء العملية الروسية تم تكثيف هذا الدعم عن طريق تقديم مليارات الدولارات والأسلحة وغيرها من المساعدات لدعم أوكرانيا في ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها والمنصوص عليها في مثاق الأمم المتحدة أكد الأمين العام للأم المتحدة أنتونيو جاتراش أن تجاوز أعداد اللاجئين حول العالم مئة مليون شخص بسبب السرعات يعد أزمة سياسية لا تحل إلا بالتضامن وأشار المفاوض السامي لشؤون اللاجئين فيليب جراندي إلى أن الأزمة الأوكرانية تسببت في نزوح ثماني ملايين شخص داخل البلاد هذا العام وأكبرت نحو ستة ملايين على مغادرة البلاد مضيفا أن وصول النازحين إلى مائة مليون نازح قصريا في جميع أنحاء العالم يمثل رقما صادما ومثيرا للقلع موسيقى موسيقى عقد قادة قمة التحالف الربعي المعروف باسم كواد قمتهم بالعاصمة اليابانية توكيو وبحث قادة كل من الولايات المتحدة واليابان والهند واستراليا أثار الوضع في أوكرانيا على منطقة المحيطين الهندي والهادي وأعرب القادة عن قلقهم البالغ بشأن الوضع المأسوي في أوكرانيا وتم التأكيد على أنه يجب حماية المبادئ الأساسية ومن بينها حكم القانون والسيادة ووحدة الأراضي في أي مكان وفي كلمته أمام القمة قال رئيس الوزراء الياباني فاميو كيشيدا قال إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتحدى المبادئ المنصوص عليها في منصاق الأمم المتحدة وشدد كيشيدا على أنه لا يمكن استماح بحدوث نفس الشيء في منطقة المحيطين الهندي والهادي من الواضح أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتحدى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لا يمكننا أن نسمح بحدوث نفس الشيء في منطقة المحيطين الهندي والهادي وفي ظل هذه الظروف الصعبة نحتاج إلى أن نتحد وأن مظهر التضامن بين البلاد الأربعة من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نظهر التزامنا القوي بالرؤية المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة أمام المجتمع الدولي من جانبه أكد رئيس الأمريكي جو بايدن أن مجموعة كواد أمامها الكثير من العمل الذي يتعين عليها القيام به للحفاظ على المنطقة سلمية ومستقرة وخلال قمة المجموعة أعرب بايدن عن تطلعه إلى شراكة حيوية ومزهرة في المستقبل بين دول قمة كواد أمامنا الكثير من العمل الربعي وحقيقة الأمر هي أنه لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به للحفاظ على المنطقة سلمية ومستقرة علينا معالجة هذا الوباء والوباء التالي ومعالجة أزمة المناخ باعتبارها الزميل الجديد وعلينا التأكد من أن تكنولوجيا المستقبل محكومة وفقا لقيمنا في وقت قصير أظهرنا أن الربعية ليست مجرد موضة عابرة نحن نقصد العمل نحن هنا للحصول على الأشياء التي تم إنجازها للمنطقة وأنا فخور بما نبنيه معا وأتطلع إلى شراكتنا الحيوية والازدهار في المستقبل أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن السيسة واشنطن حيال تايوان والقائمة على الغموض الاستراتيجي لم تتغير جاءت تصريحة بايدن على همشي مشاركته في قمة كواد بتوكيو عقبة كيدي أمس استعداد بلده للدفاع عن تايوان في مواجهة أي تدخل صينية واعتبر بايدن أن الصين تلعب بالنار بشأن تايوان قالت وزارة الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء الهندي ورئيس الأمريكي جو بايدن عقد جلسة محادثات لتعزيز العلاقات التجارية والتكنولوجية والدفاعية بين البلدين وذلك على همشي مشاركتهما في قمة مجموعة كواد وأشرت الخارجية إلى أن المحادثات اختتمت بنتائج ملموسة تضيف إلى عمق وقوة الشراكة الثنائية بين البلدين ومن جهته قال الرئيس الأمريكي أنه ناقش تدعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا مع موضي بينما لم يشر رئيس الوزراء الهندي علنا إلى الأزمة الأوكرانية أهلا بكم من جديد رفعت الحكومة سريلينكية أسعر الوقود وعدلت رسما النقل والخدمات الأخرى وذلك إسرات رادي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وقالت وزارة الطاقة السريلينكية أن أسعار البنزين ارتفعت بنسبة 24% بينما صعدت أسعار المزوت بنسبة 35% وتعاني البلاد البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغزاء والوقود والأدوية حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي يواجه أكبر اختبار منذ الحرب العالمية الثانية المزيد في سياق التقرير التالي الاقتصاد العالمي يواجه أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية هكذا جاءت توقعات صندوق النقد الدولي على لسان مديرته العامة كريستالينا جورجيفا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في ديفوس مديرة الصندوق أشارت إلى الأزمة الروسية الأوكرانية كأحد الأسباب الرئيسية لحالة الاقتصاد العالمي الراهنة حيث تعاني دول العالم ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية والطاقة فيما تصل معدلة التضخم إلى أعلى مستوياتها خلال عقود وضع أكبر البنوك المركزية على تجديد السياسات النقدية لكبح جماح التضخم مما يفرض مزيدا من الضغط على الدول والشركات والأفراد وفي تقرير حديث صدر عن الصندوق جاءت ألمانيا كأحد الاقتصادات التي ستواجه العديد من التحديات بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وقال الصندوق إن أكبر تهديد يتعرض له الاقتصاد الألماني هو محاولة وقف إمدادات الغاز الروسي إلى البلاد وتوقع بيان المؤسسة النقدية الدولية أن يتبطأ النمو الاقتصادي الألماني إلى نحو 2% في عام 2022 هذا وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا ارتفاع معدل التضخم في مارس الماضي بـ 7.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وهو أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاما كما ارتفعت أسعار المستهلكين في الشهر الجاري بنسبة 2.5% مقارنة بفبراير الماضي قال وزير الصحة النمسوي أنه يتوقع إعادة القرار بارتداء الكمامات في الخريف المقبل وعشر الوزير النمسوي لأنه سيتم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في المتاجر ووسل النقل بدءا من أول يونيو ولمدة سلاثة أشهر يتوصل الإغلاق في مدينة شنغهاي الصينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا وقال مسؤول المدينة أن نحو 480 ألف شخص لم يسمح لهم بعد بمغادرة منازلهم بينما بقى 21 مليون شخص خاضعين لقيود أخاف في مجمعاتهم السكنية رغم إعلان شنغهاي أكثر مدن الصين اكتظاظا بالسكان إعادة تشغيل وسائل النقل العام بشكل جزئي إلا أن حركة الملايين من سكان المدينة ظلت مقصورة على مساكنهم في إغلاق مستمر منذ ما يزيد على الستة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا مسؤول شنغهاي أكدوا أن 480 ألف شخص لم يسمح لهم بعد بمغادرة منازلهم بينما بقي 21 مليون نسمة خاضعين لقيود أخاف في مجمعاتهم السكنية من بين سكان المدينة البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة سمحت السلطات لنحو مليون نسمة لا أكثر بالتنقل حول أحيائهم بينما أصبح عدد كبير من هذه النسبة مقيدا بساعة واحدة من وقت التسوق حيث يعهد إليهم بشراء كل ما يحتاجه المبنى السكنية بأكمله أما أولئك الذين ما زالوا خاضعين لقيود البقاء الإلزامي في المنازل أو المجمعات السكنية فيظل عمال التوصيل وشركات النقل تمثل الوسيلة الوحيدة لتوصيل الطعام من المتاجر إليهم سلطات المدينة تخفف القيود بأسلوب بطيء ومتعمد إذ تحاول التأكد من أن الفيروس لم يعد منتشرا في أي مكان خارج مرافق الحجر الصحية ومناطق العدوى المعروفة كما تشمل الإجراءات الجديدة وضع أجهزة انذار إلكترونية على الأبواب لمنع المصابين من المغادرة وكذلك إجلاء الناس لتطهير منازلهم أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 131 إصابة مؤكدة بجدري القردة و106 حالات أخرى مشتبه بها منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في السابع من مايو الجاري وأضافت المنظمة أنه على الرغم من أن تفشي المرض غير معتاد فإنه يظل قابلا للاحتواء لافتة إلى أنها ستعقد اجتماعات أخرى لدعم دول الأعضاء بمزيد من النصائح حول كيفية التعامل مع المرض تستعد الولايات المتحدة لتطعيم الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بمرضى جدري القردة وتخطط السلطات الأمريكية لزيادة توزيع اللقاحات إلى أقصى حد على أولئك الذين كانوا على اتصال بالمرضى مثل مقدم الرعاية والمخالطين المقربين وخاصة أولئك المعرضين لقطر الإصابة بحالة خطيرة من المرض دعا رئيس العراقي برهم صالح إلى ضرورة تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد باعتبره الاقتصاد السياسي للعنف والإرهاب جاء ذلك خلال استقبال صالح وفد البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة لجنة الأمن والدفع ناتالي لويزو والوفد المرافق لها وأكد صالح أهمية العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع العراق والاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في مختلف المجالات وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة تنظيم داعش الإرهابي إلى جانبي تطوير قدرات قوات الأمن العراقية عبر الاستفادة من الخبرات الأوروبية في هذا الصدد أعلن مطار السليماني الدولي تعليق رحلاته الجوية مؤقتا بسبب عودة موجات الغبار وتأثيرها على انخفاضي الرؤية كان مطار بغداد الدولي قد أعلن أمس عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بعد توقف بسبب العواصف الترابية التي تأثرت بها البلاد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود أزمة في توفير الأرز في الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توفر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز مع التضامي ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية مشددا على تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الأرز وأكد شن حملات تفتيش يومية على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توفر جميع السلعي ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في الاستجابة لعدد كبير من طلبات المواطنين في القطاع الصحي من خلال التعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي ورؤساء الجامعات خلال الفترة الماضية وقال مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طارق الرفاعي إن المنظومة تحرص على الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين بالسرعة والجدية المطلوبة للعمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات التي تبث أو التي تثبت صحتها تنفيذا لتوجهات رئيس الوزراء بهذا الشأن خاصة ما يتعلق منها بالحالات المرضية والجوانب الإنسانية والتي تتطلب التعاون وتنصيق الجهود مع الجهات الحكومية المعنية لسرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الشكاوى والاستغاثات الواردة من المواطنين وكذلك تحقيق أفضل وأسرع استجابات ممكنة دعا منتدى التكامل الاقتصادي العربي الذي نظمه البرلمانو العربي والمنظمة العربية لتلمية إلى إشراك القطع الخاص في عملية التكامل الاقتصادي العربي باعتبره أحدى ركائز الاقتصاد المؤثرة في تحقيق النمو والتلمية جاء هذا ضمن التوصيات التي صدرت اليوم في ختم المنتدى الذي انطلق أمس بالقهرة وشدد المشاركون على أهمية معالجة جميع التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل الاقتصادي العربي بهدف رسم ملمح الوحدة الاقتصادية العربية في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة هذا المنتدى الاقتصادي احنا كلجنة فرعية اشتغلنا على محاور متعددة لكيفية إنجاح مثل هذا المنتدى والخروج بتوصيات ومخرجات يتم تنفيذها لتعاون كافة الدول العربية من خلال تجارب نكحة لبعض الدول يتم توافق ما بين كافة الدول على تنفيذها للعودة بهذا المنتج لصالح الوطن العربي بالكامل المشاركة في المنتدى العربي المشاركة استشراف على دراسات مستقبلية بحكم المركز في إطار تعاون اقتصادي عربي ومشاركة في اقتصاد والنهضة بالاقتصاد الليبي وما نراه ما مشاكل في الوضع الحالي ما بين الحرب الروسي الإكراني وما دور فعالية المركز الليبي في استشراف ورؤية مستقبلية واضحة في دراسة وخطط لإقتصاد الدول العربية ودورة ليبيا تحديدا اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل نحو تمليل تمويل مستدام للتنمية وأكد المشاركون في المؤتمر حرصهم الدائم على نهج الشراكة التي تتبناه مصر في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتمويلها مع ممثل شركات التنمية كافة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية مهم جدا التمويل البديل في مصر وانه احنا جمعنا هنا النهاردة علشان نتكلم في تمويل التنمية وانه مهم جدا نجمع كل مؤسسات التمويل مع بعضها عشان نخط مع بعض خطة لتمويل الـ SDGs أو أهداف التنمية المستدامة في مصر بشكل متكامل وبشكل مستدامة مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي هو مشروع من أهم مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المشروع بيشتغل مع وزارتي بالتعاون مع وزارتين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية بيشتغل على وضع خطة لإصلاح شامل لمنظومة التخطيط ومنظومة المالية في مصر بالتعاون طبعا وتحت رعاية الوزارتين الحقيقة موضوع التنمية المستدامة هو موضوع بيحتل مكانة هامة في فكر الحكومة وفكر السيد الرئيس وبالتالي الحديث عن التنمية المستدامة وتحسين أحوال المواطن المصري وخاصة في مجالات الصحة والتعليم ده حاجة مهمة جدا في مجموعة من المشاريع اللي الدولة ابتدت تركز فيها مثل مشروع حياة كريمة تمويل عصب حياة أي نشاط سواء يستهدف الربح أو تنموي أو زي ما بتدينا نقول تعبير جديد البديل بديل عن أنه فقط يستهدف الربح نعم بنستهدف تحسين البيئة المناخ سميه تمويل الأخضر التنمية المستدامة كل ما هو مبادرات تهدف إلى الارتقاء بحياة الإنسان وقعت وكالة الفضاء المصرية مع وكالة الفضاء الجنوب إفريقية بروتوكول تعاون بهدف الاستفادة من الإمكانيات والتجارب السابقة وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تكنولوجيا الفضاء حيث تعد جنوب إفريقيا من أكثر الدول تقدما في هذا المجال ويركز البروتوكول على محددات أساسية منها بناء الأقمر الصناعية ومراقبة التغيرات المناخية والحطام الفضائية فضلا عن نشر تكنولوجيا الفضاء في التعليم الجامعي الذي يعد من أهم محاور البرنامج الخاص بوكالة الفضاء المصرية قبل التوقيع كان في مباحثات مكسفة بيننا وبين وكالة الفضاء الجنوب إفريقيا عشان نحدد موضوعات التعاون عشان ما يبقىش التوقيع ده هو ليس بهدف التوقيع لا هو التوقيع أساسا توقيع ليكون فيه إطار للتعاون فاحنا اتفقنا على ثلاث موضوعات مهمين جدا حيبدأ فيهم التعاون بين وكالة الفضاء المصرية وبين وكالة الفضاء الأفريقية دايما كنا بنسعى من احنا في القرى الأفريقية نعمل تعاونات مع كل الدولة الأفريقية وكانت فرصة حقيقية ان احنا نتعاون مع مصر وبقالنا سنين بنتمنى ان احنا نعمل تعاون مع مصر وبالفعل احنا النهاردة مضينا مذاكرة التفاهم مع وكالة الفضاء المصرية خاصة ان المجال الفضاء حاليا في العالم كله في القرى الأفريقية من اهم المجالات الموجودة وبالتالي احنا التعاون ده كان نشيء مهم جدا ان احنا نسعى اليه تواصل محافظة قنة استلام الأقمح وذلك ضمن خطة المحافظة لاستقبال محصول القمح هذا العام باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية وقال وكيل وزارة التموين بقنة أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل المحافظة خلال الموسم الحالي بلغت 101 ألف فدان ومن المتوقع توريد 200 ألف طن قمح خلال الموسم الجاري الأمور ميسرة جدا للمزارعين أيضا القيمة المالية للمزارعين تم القمح في خلال 48 ساعة بيكون تم صرفه من خلال الجهات المسوقة ولم توجد أي عقبة بالنسبة لصرف المبالغ المالية للمساحقين المزارعين أو تجار أو موارد القمح بأي شكل من الأشكال خلال 48 ساعة ولن ترد شكوى حتى الآن بالنسبة للمدير التومين وطيار الداخلية عن سبب تأخير المبالغ المالية المستحقة للمزارعين عن توريد القمح أو التجار أو موارد القمح بيتم الاستلام طبقا للضابط المنظمة لتدولة أقمح موسم 2022 عن طريق اللجنة المشكلة بالقرار الوزائي مكونة من عدو من التموين وعدو من الزراعة وعدو من الحياة القومية لسلامة الغزاء وعدو من الجامعية العبنية وأمين العهدة الخاص بالصوماء محصول السنادي بالصلاة عن النبي جايب ومحصول كويس السنادي المحصول نفسه والإنتاج بتاعه حلو السنادي لا يوجد أي مشاكل المحصول نفسه تواصل محافظة سهاج استلام محصول القمح لهذا العام داخل جميع الصوامع المتشرع على مستوى المحافظة وأوضح وكيل وزارة التموين بسهاج أن إجماله ما تم توريده من القمح المحالي بشوان وصوامع المحافظة بلغ 55 ألف طن حيث تستمر عملية التوريد حتى نهاية شهر أغسطس المقبل وردنا الغد الوقت 54 ألف وتسعمائة طن في كافة مواقع التخزينية في داخل المحافظة في بعض المواقع التخزينية اللي ساعات التخزينية قليلة امتلأت خلاص وخلاص أفلنا وهنبدأ إن شاء الله تخش في برنامج السحب النسحب اللي فيها وممكن إن شاء الله يعاد استخدامها والاستلام فيها مرة أخرى المواقع التخزينية الكبيرة ما زال الاستلام فيها ماشي مستحقات الموردين بتوصل أول بأول ما فيهاش تأخير وسط أجواء من البهجة تتواصل فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية على مصرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين وتشارك في المهرجان ثلاثة وأربعون فرقة من دول وثقافات مختلفة بنغمات موسيقية ودربات على الطبول تواصلت ليالي المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في أحضان قلعة صلاح الدين وسط إقبال جماهري كبير وتولت عروض الفرق التي أثرت حماس الجمهور بأغنيات وطنية وبرقصات وأغنيات شعبية من دول مختلفة وألوان فنية متنوعة حيث قدمت كل دولة فنونها التراثية والإيقاعية المختلفة ومنها دولة المكسيك برقصاتها الفولكلورية وأزيائها الملونة المبهجة أجواء مرة لطيفة فوصة القلعة طبعاً حنا فوق الجبل أجواء برودة يعني أجواء ولا أرواع جميلة زيان يعني متعة أنا كنت ناوي نص ساعة رب ساعة صور وامشي بعد ما شفت الأجواء ذي لا جلست الصراحة من الجو الحلو وتنسى نفسك في الوقت دا عجبني قوي جاية شوف مراجونة الطبول علشان يعني حسن الفايبس بتاعته هتكون حلوة قوي قرعت الطبول من أجل السلام والمحبة بين الشعوب وتناغمت إيقاعات 43 فرقة من دول وثقافات مختلفة وشهدت فعليات المهرجان عروضاً خاصة من فرقة رضا التي قدمت مجموعة من الرقصات الاستعراضية المتنوعة فرقة رضا هي علم مصر هي سفيرة في العالم كله وأتمنى الناس كلها تيجي تشرفنا وأهلاً وسهلاً بيهم طبعاً مصر مفتوحة للعالم كله النهاردة عندنا خمس استعراضات لقصر بلدنا طبعاً كل الناس عرفاها رأسة فلاحي غزل في الريف العتبة جزاز النوبي يعني عندنا كده غاني كتير ورأسات كتير النهاردة نقدمها مختلفة طبعاً اللي قدمناه في الافتتاح لأنه بيبقى بارد صغير قوي عشان كل الفرق المشاركة بتبقى مشاركة في الافتتاح وفي الختام النهاردة بقى العرض الخاص بفرقة رضا الحضور استقبل نغمات الطبول والموسيقى بمزيد من الحفاوة والتفاعل حيث بدأ الجمهور بالهتاف والتصفيق مع الإيقاعات البديعة التي ملأت أرجاء المكان أول حاجة شايفة الجمهور كتير جداً وإقبال كتير جداً أول حاجة تاني حاجة أن الرئاسات جميلة المهرجان بيتطور أكتر وأكتر بيزيد جمهور أكتر وأكتر أنا جاي مع مامتي وجاي لي علشان أنا كان نفسي قوي أجي من مكان ده علشان نشوف الأمكان الأسارية والتاريخية وكده وكان نفسي قوي يشوف الألعى والجامعة وكده والمكان طفائوي وهلو جداً نعجب كما تألقت الفرق المصرية ومنها فرقة مشوار التي قدمت عروضاً من ملامح مختلفة من التراث الموسيقي الشعبي المصري أثري ما بين فنون شعبية ورقصات وأغاني تراثية أحمد الحسيني التلفزيون المصري التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العمال الاستثمار محمد عبدالوهاب مع سفراء 24 دولة لبحث التعاون الاستثماري وعرض خطة الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار في المرحلة المقبلة وإجراءة توفير مناخ ملائم لاستقبل مزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة وأكد رئيس هيئة الاستثمار أهمية هذا اللقاء حيث تستحوز الأربع والعشرون دولة على حصة كبيرة من الناتج العالمية وتضفقات الاستثمار والتجارة حول العالم كما أن هناك أفاقاً كبيرة للتعاون الاستثماري بين مصر وتلك الدول ترأست وزيرة التجارة والصناعة نيفينجا مع الاجتماع الأول للجنة المختصة بوضع ضوابط السيطرة على سوق الأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة والأطراف الصناعية وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض مهام عمل اللجنة في ضوء التكلفات الرئاسية بضرورة تكامل جهود كافة الجهات المعنية بهدف تعميق التصنيع المحلي في مجال الأجهزة التقويمية والتعويضية وبناء القدرات الوطنية للتصنيع والإنتاج والخروج بمنتج عالي الجودة وبأسعار مناسبة وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقا لأحدث المعايير الدولية بما يسهم في توفير خدمة متكاملة للمواطنين من دول إعاقة الحركية وذلك بهدف رفع المعاناة عن كاهلهم ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع تحول اليوم ذكرى وفاة الفنان إسماعيل ياسين الذي رحل عن عالمنا في عام 1972 قدم الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية الكثير من الأعمال الخالدة التي جعلته أيقونة للكوميديا إسماعيل ياسين أيقونة فنية مصرية نجح بخفة دمه وبموهبته الاستثنائية في أن يسكن القلوب ويرسم البهجة على الوجوه حتى أصبح رمزاً للكوميديا ولد إسماعيل ياسين في الخامس عشر من سبتمبر من عام 1912 في مدينة السويس وعاش فترة طفولة صعبة حيث ترك المدرسة عقب وفاة والدته وبعدها بفترة تعرض والده لظروف صعبة أكبرت إسماعيل ياسين على العمل في بعض المهن لكي يعول نفسه وعندما بلغ الثامنة عشر صفر إلى القاهرة في بداية الثلاثينيات سعياً وراء حلمه بأن يصبح مطرباً القاهرة كانت بوابته للنجومية حيث التحق بفرق فنية شهيرة وقتها إلا أن جميع هذه الفرق رفضت عمله كمطرب واختاروا أن يكون مونولوجست وذاع صيته كمونولوجست إلى أن اختاره فؤاد الجزائرلي لدور صغير في فيلم خلف الحبايب في عام 1939 وهو أول ظهور سينمائي له عمل بالسينما وذاع صيته وأصبح أحد أبرز نجومها وكان ثاني اثنين في تاريخها أنتجت لهما أفلام بأسمائهما بعد ليلى مراد ومن هذه الأفلام إسماعيل ياسين في متحف الشمع وإسماعيل ياسين في الجيش أسهم في كتابة تاريخ المصرح الكوميدي المصري وكون فرقة تحمل اسمه وظلت هذه الفرقة تعمل على مداري 12 عاما من عام 1954 حتى عام 1966 ظروف صعبة وحياة قاسية عاشها النجم الراحل والتي ساعدت في تشكيل شخصية أحد أهم الفنانين الكوميديين في تاريخ الفن المصري وفي مثل هذا اليوم الرابع والعشرين من مايو من عام 1972 رحل صانع البهجة إسماعيل ياسين عن عالمنا عن عمر ناهزة 59 عاما متأثرا بإصابته بأزمة قلبية حادة أمي معي يا شفو لا حول الله أنا حبيبتك حشتري لك فرس رحم الله الفنان القدير إسماعيل ياسين وختم نشرة الثالثة هذه تذكرة بأهم العنوين الرئيس السيسي يتابع مشروعات تنمية الريف المصري لاستصلاح الأراضي ويوجه بدراسة أي تتي تحديات راهنة استجدت وتواجه المشروع وزير الدفاع والإنتاج الحربي يتوجه على رأس وفد رفيع المستوى إلى الكونغو الديمقراطية في زيارة رسمية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل شهرها الرابع وكييف تقول إن معركة دونباس هي الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة